متابعي قناة القرية المعرفية مرحبا بكم في فيديو جديد هذه المرة يتعلق بمخالفات سياسة الطبع والنصر على اليوتيوب لا تنسوا رجاء بالضغط على زر سبسكرايب أبوني وزر الجرس ليصلكم كل جديد مننا إن شاء الله إذا كان عندك فيديوات عليهم مراحظة كوبيرايت كليم أي خرق حقوق طبع والنصر لليوتيوب ما عليك سوى اتباع الفيديو الحالي وستخرج الفيديو من نطاق الإنظار ستذهب إلى الفيديو على قناتك باليوتيوب ثم تضغط على فلتر كوبيرايت كليمز ستظهر لك الشاشة الآتية عندي أنا هنا أربع فيديوهات عليها كوبيرايت كليم وسأريكم اثنين على الأقل أو ثلاثة سنجرب عليهم هذه العملية البسيطة وسترون النتيجة عندما تضغط على كوبيرايت كليم ستظهر لك هذه الخانة التي تشرح سبب هذه الملاحظة اضغط على سي ديتلز أو أظهر التفاصيل ثم بعد ذلك ستظهر لك نافذة الآتية ستظهر مباشرة إلى سيليكت أكشن من بعد سيليكت أكشن ستختار سيعطيك ثلاثة اختيارات وهي trim out segment replay song mute song الأولى تعني أن تقطع الجزء الذي عليه الإنظار أو المخالفة ثاني يعني تغيير الموسيقى التي عليها الإنظار ثالث يمكن أن تجعل الموسيقى صامتة mute song هنا في هذا الفيديو أمامنا سأضغط على mute song بعد ذلك سيعطيني اختيارين اثنين mute all sound أو أن أزيل الموسيقى فقط هنا سأختار إزالة الموسيقى فقط continue أو استمر mute سأنتظر لكي يتفاعل هذا الاختيار هنا copyright claims تعني أن الفيديو عليه حقوق طبع والنشر و كنتيجة لن تستطيع أن تجني من ورائه أي عائدات مالية في هذا الفيديو أيضا سأقوم بنفس العملية أي أنني سأضغط على see details ثم سأذهب ل select actions أو اختيار ماذا سأفعل الآن سأختار هنا تغيير الموسيقى على يعني على المنطقة التي عليها المخالفة أي replace song ثم سأختار من بين الموسيقى التي يعطي علينا اليوتيوب بالمجان و خالية من حقوق الطبع منطقة الصفراء هي التي عليها المخالفة سأختار الموسيقى التي أريد بعد ذلك سأضغط على حفظ التغييرات أو save changes هذا الفيديو الثالث نفس نفس الشيء سأعمله في الفيديو الثالث بعد ذلك سأذهب لأرى النتيجة وهي كما ترون أحد الفيديوهات بدل أن يكون مكتوب هنا copyright claim أي مخالفة الآن نعم أي لا توجد أي مخالفة و كذلك سنرى الفيديو الثاني نعم الفيديو الثاني أيضا نفس نفس الشيء نعم يعني قمنا بإزالة المخالفة وأيضا الفيديو الثالث كذلك قمنا بإزالة المخالفة إذن نجحت العملية وهي عملية بسيطة للغاية وسهلة هنا اليوتيوب يقول أن المخالفة أو الإنظارات تؤثر على تحقيق الدخل والعوائد المالية كما أنه يمكن أن يقوم اليوتيوب بحضر البتل مباشر على قناتك لمدة 90 يوم و إذا تلقيت ثلاث إنظارات يمكن أن يتعرض حسابك و القنوات مرتبطة بحسابك للإنهاء و لا يمكنك إنشاء قنوات جديدة و في الأخير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو و أن تطبقوا ما شرحت لكم اليوم و في الأخير لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب و زر الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله شكرا لكم